بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفقرة الطبية نسعد دائما بلقياكم نتحدث اليوم عن بعض أمراض الأطفال التي ربما يتعرض لها الطفل في خلال فترة رمضان أو في خلال الصيام ربما تؤدي إلى صيام أو إلى صعوبة في الصيام أو إلى إفطاره من هذه الأمراض مرض الربو أو الحساسية الصدرية التي تصيب الأطفال وهي كما نعلم تصيب في نوبات أو في هجمات تصيب الأطفال تؤدي إلى صعوبة في التنفس وإلى صعوبة أحيانا في أخذ ما يلزم الجسم من هواء هذا المرض يحتاج إلى علاج وفي حالات النوبات إلى علاجات مختلفة يتناولها الطفل أو المصاب عن طريق الفم أو عن طريق الحقن أو الإبر وبعضها يحتاج إلى بخاخات حين حدوث النوبة أو الهجمة المصاحبة لمرض الربو لا بد للطفل في هذه الحالة أن يبدأ بتناول علاج مباشرة وكما نعلم أن ما يتناول الإنسان الصائم عن طريق الفم يفطر وينقض الصيام ففي هذه الحالة إذا حتاج الطفل إلى تناول العلاج عن طريق الفم لا بد من إفطار الطفل أما إذا حتاجها عن طريق الحقن أو عن طريق البخاخات فهناك رأي فقه بأن هذه الحقن وهذه البخاخات لا تفطر أو لا تبطر الصيام لكن إذا حتاج الطفل وكانت الهجمة أو النوبة شديدة لا بد من اتباع نصائح الطبيب سواء بالإفطار أو متابعة الصيام ما يجب على الطفل أن يلتزم به أخذ كميات كبيرة وكافية من السوائل الطفل المصاب بالربو يأخذ كميات كافية من السوائل وأن يتجنب بعض الروائح مثل روائح العطور مثل الغبرة مثل الدخان وغيرها التي تؤدي إلى هذه الهجمات وإلى هذه النوبات التي قد تؤدي إلى مضاعفات منها صعوبة التنفس منها أحيانا فقدان الوعي ونقص الأكسجين في الدم نتمنى لأطفالنا ولكم جميعا صياما مقبولا وإفطارا هنيئا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته